اشتركوا في القناة للاسبوع السابع عشر في الفيديو الاول في هذا الاسبوع باذن الله تعالى سوف نختم هذه الدورة الطيبة التي قضينا فيها معكم حوالي اربعة اشهر وسنختمه بهذا المبدأ باذن الله تعالى وهو المبدأ السادس عشر وهو ان التعامل مع المرويات لا يصح قبل التعامل مع القرآن الكريم ما معنى هذا الكلام؟ قبل ان نبدأ وكما تعودتم اخواني واخواتي فنحن نراجع مستويات تدبر القرآن الكريم وكما تعودنا فان اول مستوى للتدبر القرآن الكريم هو على مستوى الحرف فالحرف كما قلنا مثل ان اذا في كذلك المستوى التالي هو مستوى الكلمة وتتبع الكلمة داخل القرآن الكريم لمعرفة معنى الكلمة ذاتها والمعاني المرتبطة بهذه الكلمة ايضا مستوى تدبر الآيات والذي هو تجميع الآيات التي تتحدث في موضوع معين وتدبرها سويا لتكوين صورة متكاملة عن موضوع ما ثم تدبر عن مستوى الصورة وتدبر عن مستوى الكتاب باكمله وقلنا بان هذه الدورة سوف تختم عند هذا المستوى ولا نتخطاه الى المستوى الاعلى منه في هذه الدورة منخص ما تعلمناه من مبادئ لتدبر الكتاب الحكيم اولا ان يجب ان نبحث عن الهدى في القرآن الكريم فان نقرأ القرآن بهدف لا ان نقرأه فقط بغية تجميع حسنات كما تعود الخطباء ان يعلمونا ولكن ان نبحث فيه عن الهدى عن ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى وما يعلمنا كيف نسير في الحياة على هدى وعلى شكل صحيح كي نكون من السعداء في الدنيا والاخرة بإذن الله تعالى ايضا نسأل الآية تجيبك فالقرآن الكريم هو كتاب يعلمنا مبادئ الحياة فاسأله ماذا تريد ان تعرف منه اسأل القرآن الكريم واسأل الآية كي تجيبك مستوى تدبر الكلمة وهو البحث عن الكلمة في القرآن ثم بعد ذلك تعلمنا المعنى القرآني ان هناك فرق بين المعنى القرآني والمعنى الاستلاحي في عدة كلمات ايضا هناك معاني للكلمة هل هناك معاني للكلمة ام معنى واحد للكلمة وعرفنا ان هناك معنى واحد للكلمة ذات الجذر اللغوي المشترك ولكن تتعدد اشارات هذه الكلمة بحسب موضعها ايضا مستوى تدبر الآيات وهو البحث عن الموضوعات ان في القرآن الكريم هناك موضوعات وهي موزعة على آيات القرآن الكريم لذلك عندما نحب ان ندرس موضوع ما يجب ان نجمع جميع هذه الآيات سويا حتى نكون صورة متكاملة عن موضوع ما كذلك قلنا انه لا ينبغي علينا ان ندخل على القرآن بافكار مسبقة فبقدر الامكان وبقدر استطاعة الانسان ينبغي ان يدخلص الانسان من افكاره السابقة عند تقولها على القرآن ذلك ان القرآن سوف يقوم بعملية هدم وبناء سوف يقوم بهدم الافكار السيئة وكذلك ببناء الافكار الصحيحة فيجب علينا ان لا نتمسك بفكرة ما فقد تكون فكرة خاطئة فلذلك دع القرآن يقوم بهدمها كذلك اعتبر الكلام مواجه اليك ذلك ان القرآن الكريم يخاطب كل الناس بكل الكلام فليس مخصوص بالمؤمنين فقط الكلام عن الهداية وعن الوعود الطيبة فعندما يهدد القرآن الكريم او يتكلم عن التخويف والوعيد فاعتبر ايضا هذا الكلام مواجه اليك نغير اماكن الوقفات كما تعودنا وان نقف عند وقفات جديدة وذلك حتى نستدعي معاني جديدة الى العقل نراجع كل شيء على القرآن الكريم وذلك اننا قد دخل الى عقولنا كثير من المعلومات دون ان نحققها فمن المهم ان نقوم بعملية المراجعة هذه هجر القرآن الكريم يفقد القدرة على فهمه وكما رأينا مثل الرياضي الذي يقوم بتمارين رياضية ثم يتوقف فترة من الزمن فهو يضعف ويعود الى المستوى الذي بدأ به ايضا الجمع بين القراءتين وهو من المبادئ الهمة جزا ذلك ان الله انزل كلاما وخلق خلقا فلا يبغي علينا ان نتجاهل احدهما وان نسكت عن ما لا نعلم حتى نعلمه وقد يكون هناك امور ليس لنا مصادر نتعلم منها الا القرآن الكريم فان سكت عنها القرآن الكريم فنسكت عنها نحن ايضا كما تعلمنا انه لا يوجد نسخ داخل القرآن الكريم فالقرآن الكريم لا ينسخ نفسه وانما القرآن الكريم هو ينسخ شرائع الامم السابقة ويستبدلها بشريعة هي خير الشرائع هي شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخر مبدأ تعلمناه هو ان التفاسير لا تغني عن التدبر ولكنها مهمة لطالب العلم فبالطبع التدبر هو ربط القرآن الكريم بنفسك ولكن من المهم ان تتعلم من العلماء الكبار الذين قضوا اعمار وقضوا اوقات اكبر منا بكثير في التعامل مع القرآن الكريم فمن الحكمة ان نتعلم منهم لا نقول نأخذ كل ما يقول انه صحيح ولكن على الاقل اقرأه واخذ منه الصحيح خذ منه ما ترى انه متوافق مع القرآن الكريم ومتوافق مع فهمك وتعلم منهم فهم علماء طبعا نتكلم عن الاغلبية وبالتأكيد لكل قاعدة شوعد اخواني واخواتي كما تعودنا هناك امور نحب ان نفصلها ففي امر المرويات هناك كلام كثير حول المرويات ومن المفيد ان نختم الدورة بكلام سريع حول المرويات بالطبع هو لن يكون كافيا ونتمنى ان يعني يوفقنا الله سبحانه وتعالى الى عمل دورة ايضا عن مبادئ التعامل مع الروايات ومع السنة النبوية الشريفة ولكن يعني هذه لمحة سريعة عن الموضوع الاصل في الرواية الصحة فعندما نستمع الى الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاصل في الامري ان من يقول هو انسان امين وهو ينقل بامانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء رواية عن النبي او عن قول صحابي او رأي العالم هذا هو الاصل طالما لا يناقض ما تعرفه من القرآن ومن فطرة الانسان فنحن نعرف من القرآن مثلا مبادئ كثيرة مثل ان الله واحد ان الله خلق السماوات والارض مبادئ كثيرة تعلمناها من القرآن الكريم ان المؤمنون يدخلون من الجنة الكافرون يدخلون من النار وهكذا فإن رأيت فإن سمعت إلى شيء يناقض ما تعرفه من القرآن الكريم فلا نقول رد الحديث ولكن نقول اسأل فإن شككت ولو قليلا أطلب الدليل اذهب إلى من قال هذا الكلام واسأله أخي كريم من أين أتيت بهذا الكلام أعطيني المصدر كي أراجعه وراجع حتى تتبايد الحق من نفسك وهذا يحدث كثيرا ولا عيبة في ذلك فإن كنت مثلا في خطبة جمعة وسمعت الخطيب يقول قال رسول الله كذا وكذا ورأيت أن هذا حديث عجيب فلا حرج في أن تذهب إليه وتسلم عليه وتقول له أخي الكريم من أين أتيت بهذا الحديث أريد أن أراجعه من مصدره فهو يعني على الأغلب لن يعارض ذلك ولن يشعر بالضيق حتى فهو سيعطيك المصدر ويقول لك اذهب إلى كتاب فلان في الجزء الفلاني في الصفحة الفلانية سوف تجد الحديث فيجب علينا أن نتبين الحق بأنفسنا لأننا سوف نتحمل مسؤولية هذه الخيارات أمام الله سبحانه وتعالى ما هي مشكلات في المرويات ما هي الصعوبة في التعامل مع المرويات أولا تجاهل السياق المعلوم الأمر الثاني أن السياق أصلا يكون غير معلوم الأمر الثالث هو أن هناك صعوبة في التأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه هو الذي قال هذا الكلام الأمر الرابع والخطير والأهم هو عدم الربط بالقرآن الكريم عدم ربط هذه المرويات بالقرآن الكريم تعالوا لنرى تفصيل هذا الكلام أولا تجاهل السياق المعلوم ما معنى ذلك عند سماع رواية ما يجب الاهتمام بمعرفة سياقها لحسن فهمها تماما كما نفعل مع العاية الكريمة فكما تعودنا أننا لا ينبغي أن نخرج آية عن سياقها حتى نحسن فهمها فأيضا ينبغي أن يكون هذا في الحديث فهناك بعض الأحاديث تروي السياق كهذا الحديث مثلا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول فانظروا إخواني هذا الكلام الذي معلم بالأحمر يحكي السياق رجل بالشكل معين بكيفية معينة ويأتي من بيئة معينة فهذا هو السياق حتى دنى فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق فهذه الرواية تحكي جزءا من السياق تحكي جزءا من الحادثة التي وقعت ولم يقل فقط نص الكلام بين الرجلين وإنما هو قام بعرض السياق الذي أحيط بهذا النص ومع هذا إخوان يتم تجاهل هذا السياق فنجد أن الخطباء أو أن من يروي هذه الروايات لا يهتم لأن يربط الأمر بالسياق فنجد أنه كأنه يحفز الناس على فقط أن الإسلام هو فقط قول لا إله إلا الله وأداء الصلاة وصوم رمضان والزكاة وهذا هو الإسلام وفقط ويستشهدون بقول الرجل لا أزيد على هذا ولا أنقص فيؤكد على قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق هل هذا هو الدين فقط؟ هل الدين فقط هو الصلاة والزكاة وصيام رمضان؟ بالطبع لا هذا ليس الدين الدين أكبر من ذلك وأشمل من ذلك الدين عرفه الله سبحانه وتعالى في القرآن وله أوجه كثيرة للغاية وهذه الأمور فقط لا تشكل الدين إذن ما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق؟ هل كلام خطأ؟ لا ليس خطأ ولكن يفهم في سياقه هو يكلم رجل لا يعرف أي شيء عن الإسلام نعود للسياق نعود للسياق هو رجل أذى من الصحراء لا يعرف أي شيء عن الإسلام ويبدو أنه يعني ذو عقلية بسيطة فهو ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه لا يفقه ما يقول فهو رجل يعني كما نقول مبتدئ يعني هذا أول معرفته بالدين فبالطبع من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يثقل عليه بالتكاليف وأن لا يثقل عليه بتعريفه كل أمور الدين في جلسة واحدة خاصة أنها الجلسة الأولى فهو يعرفه الأركان أو يعرفه أهم الأشياء في الإسلام لذلك فهو يذكر هذه الأمور فلا ينبغي علينا أن نتجاهل السياق إخويني وأخواتي وأن تفهم الروايات في سياقها يجب علينا أن نفهم الروايات في سياقها المشكلة الثانية هي أن السياق غير معلوم أصلا فهناك سياقات لأحاديث غير معلومة غير معلومة فينبني على ذلك فهم المنقوص لفقه الحديث بافتراض صحة هذا الحديث بالطبع نحن نتكلم عن باعتبار الحديث صحيحة ولكن المشكلة في الفهم أن هناك مشكلة في فقه الحديث فهم الحديث لذلك يجب الحرص مثل حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا الحديث يروى هكذا يقوله الخطباء على المنابر هكذا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكان أولى بهم أن يعلموا الناس سياق هذا الحديث ومن أين أتى وكيف يقال وكيف ينبغي أن نفهمه كما سنرى بعد قليل المشكلة الثالثة هي صعوبة التأكد أن رسول صلى الله عليه وسلم قال هذا ولهذا ونحن نتأكد على مستوين نتوكد على مستوى السند وعلى مستوى المتن ما المقصود بالسند السند هو السلسلة التي روت الحديث حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نقول روى فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو السند هذا هو السند فلان عن فلان عن فلان هذا يسمى السند في علم الحديث وفي السند يبحث العلماء عن أمرين يبحث عن أن رجال السند ثقاط وأن السند متصل إلى رسول الله ما معنى رجاله ثقاط أن كل رجل في السند هو رجل ثقة غير مجرح أي أن أقوال العلماء فيه أنه رجل موثوق ليس مبدلس مثلا ليس كثير نسيان ليس مثلا بكذاب وهكذا هو رجل ثقة الأمر الثاني أن السند متصل ما معنى السند متصل أن فلان عن فلان عن فلان معروفون جميعا ولا يوجد مجهول في المنتصف فقد يكون هناك مجهول في الطبقة الثانية أو في الطبقة الثالثة فهذا يسمى سند مقطوع لذلك فيهتم العلماء بمعرفة السند من حيث ثقة رجاله ومن حيث أنه يكون متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أو هذا المعرفة علم الرجال هذا يسمى بعلم الجرح والتعديل أنه هل هذا الروي ثقة أم لا هذا يسمى علم الجرح والتعديل أما المتن فهو البحث في نص الحديث بنفسه فنحن نقول قال فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله إنما الأعمال بالنيات مثلا هذا قول رسول إنما الأعمال بالنيات هذا هو المتن هذا يسمى المتن في علم الحديث فيبحث العلماء فيه عن أنه لا يخالف القرآن الكريم وأن يكون ليس فيه غرابة طبعا لا يخالف القرآن الكريم مفهوم لكن ليس فيه غرابة المقصود بها أن الكلمات نفسها ليست بكلمات غريبة بمعنى أن مثلا أحد أوجه الغرابة أن يقال كلمة هي ليست من كلمات عصر ليست من كلمات هذا العصر الذي قيلت فيه فمثلا عندما يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بالتأكيد لن يذكر السيارة عندما يذكر كلمة السيارة فلن يذكر السيارة بالمعنى الحديث الذي نقوله اليوم التي هي المركبة التي ننتقل به من مكان إلى آخر فإن ذكر بهذا المعنى فهو يكون معنا غريبا ويشك العلماء في صحة هذا الحديث فاجتهد العلماء في التحقق من صحة المتن الذي هو نص الحديث لملاحظة ما إن كان فيه مخالفة لمعنى قرآني أو فيه غرابة في ألفاظه تبين أنه ليس قول الرسول وإنما هو مجروب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه بالطبع صعوبات يواجهها العلماء ويجتهدون في التغلب عليها المشكلة الرابعة والكبيرة والضحمة هي عدم الربط بالقرآن الكريم عدم ربط الرواية بالقرآن الكريم فحتى مع صحة الرواية لا تفهم في إطار القرآن الكريم فالرسول صلى الله عليه وسلم هو خير من فهم القرآن الكريم لذلك فهو يتكلم به الرسول يتكلم به يتكلم من مبادئ التي فهمها من القرآن الكريم فهو يضمن كلامه ما تعلمه من القرآن دون الحاجة للتصريح في كل مرة يعني بالتأكيد لن يذكر الحديث ثم يقول انظروا لآيات كذا وآيات كذا وآيات كذا في بعض الأحيان يفعل ذلك ولكن بالتأكيد ليس في كل مرة سيفعل ذلك فالآيات كثيرة وقد يكون السياغ أو قد يكون الموقف لا يحتمل الكثير من التبيان أو ذكر الآيات التي بنى عليها هذا الحديث ولكن ينبغي على المستمع أن يكون على هذا الفقه ينبغي على المستمع أن يفهم أن الرسول يأتي بكلامه من القرآن الكريم فهو لا يتكلم من دلقاء نفسه وأنه يتكلم من فهمه العميق من القرآن الكريم فهو خير من فهم القرآن الكريم لذلك فإن كان المستمع لا يفهم بالتأكيد سوف يكون فهمه لحديث الرسول منقوص إن كان المستمع لا يفهم القرآن الكريم وليست له علاقة بالقرآن الكريم فسوف يكون فهمه منقوص لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما نقول رواية على أبو هريرة بينما كلب يطيف بركية أي بئر قد كان يقتله العطش إذ رأته بغي من بغاية بني إسرائيل فنزعت موقها أي خفها فاستقط له به فسقطه إياه فغفر لها به هذه رواية وهذه من الروايات الكثيرة التي نسمعها كثيرا ولكن المشكلة أنها توصل صورة خاطئة عند المستمع فالمستمع الذي لم يقرأ القرآن الكريم بتدبر ولا يعرف ما الخطوات التي ينبغي على الإنسان أن يفعلها كي يغفر الله له وكيف يتوب الله على الإنسان وماذا يفعل الإنسان ماذا ينبغي على الإنسان أن يفعله كي يتوب وكي يقبل الله سبحانه وتعالى توبته قد يفهم هذا الحديث خطأ ونحن كما تعلمنا سويا في المستوى الأول وكما قمتم بالتمرين في المستوى الأول عن المغفرة وعن موضوع المغفرة وكيف نستغفر الله سبحانه وتعالى فبالتأكيد قد رأيتم الكثير والكثير من الأعمال التي يفعلها الإنسان كي يتوب الله سبحانه وتعالى عليه فمن لم يقم بهذا التدبر ومعرفة كيف نستغفر الله وكيف نتوب إلى الله وما الأعمال التي يفعلها الإنسان كي يتوب بالتأكيد سيفهم هذا الحديث بشكل خاطئ لذلك عدم الربط بالقرآن الكريم هو أمر خطير للغاية وهو يكاد يكون أكبر وأهم مشكلة في التعامل مع الروايات تعالوا سويا لنرى ما هي أكثر الروايات التي دمرت العقلية المسلمة بسوء فهمها ليس لخطأ في صحة الرواية أو لأن الرسول لم يقولها ولكن بسبب سوء فهم هذه الرواية إما بتقصير من الراوي نفسه كالخطيب أو الشيخ على التلفزيون أو غيره أو بتقصير من المستمع أنه ليس على دراية كافية ليفهم الحديث بشكل صحيح الرواية الأولى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذه الرواية وفي سياق الآخر أو في رواية أخرى ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال 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 وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر فهذا حديث ومشكلة الحديث ليس في صحته من عدمه فنحن نفترض أن جميع الأحاديث صحيحة ولا التي تروى بالتأكيد صحيحة فالذي يقول الأحاديث سواء في الخطيب على المنبر أو في إذاعة القرآن الكريم أو في التلفاز بالتأكيد هو سيتأكد من صحتها قبل أن يرويها يعني هذا الظن العام ولكن المشكلة هنا في أنه سوف يوصل صورة خاطئة إلى الإنسان فإن كان هذا الرجل فعل ما فعل وزنى وصرق وفعل هذه الأفعال التي تعد كبائر ثم قال لا إله إلا الله فدخل الجنة فما الحاجة لي أن أقوم بأعمال وتكاليف الإسلام أصلا لماذا أقوم بتكاليف الإسلام إن كان دخول الجنة بهذه السهولة أن أقول لا إله إلا الله فأدخل الجنة بالتأكيد ليس هذا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ينبغي أن نربط هذا بالقرآن الكريم فكان ينبغي على من يعلم الناس هذه الرواية أن يربطها بالقرآن الكريم كيف يربطها بالقرآن الكريم؟ من الذي يقول لا إله إلا الله حقا؟ ألم يقضح القرآن الكريم في المنافقين؟ وهم كانوا يقولون لا إله إلا الله أكثر من مرة في اليوم الواحد بل كانوا يصلون مع النبيه بل أحيانا كانوا يخرجون الجهاد مع النبيه من المنافقين والقرآن الكريم أقر بأن المنافقين من النار إذن من الذي يشهد حقا أن لا إله إلا الله؟ قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى أن من يقول حقا من يشهد حقا أن لا إله إلا الله هم أولو العلم هم أولو العلم الذين يتعلمون العلم وليس الإنسان الجاهل الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا أبعدها ولا ما تؤديه هذه الكلمة أو متبعات التي ينبني عليها الإقرار بأن لا إله إلا الله فكان ينبغي على العلماء أو على من يرون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أن يربط ذلك بالقرآن الكريم حتى لا يساء فهم هذا الحديث الرواية الثانية الخطيرة بينما كلب يطيف براكية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغيهم من بغايا من إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فاستقته إياه فغفر لها به وكان ينبغي على من يعلم الناس هذه الرواية أن يربطها بالقرآن الكريم قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقترون النفس التي حرم الله إلى بالحق ولا يزنون وهذا هو الشاهد ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم فلا ينبغي أن يذكر حديث مثل هذا الحديث إلا ويجب أن يذكر معه شروط التوبة ويجب أن يفهم في سياق التوبة إخواني وأخواتي حتى وإن لم يصرح متن الحديث بذلك فإن لم يصرح متن الحديث بهذا كما يقول لم يقل الحديث بأنها تابت لم يقل الحديث بأنها تابت فاستغط له به فسقطه إياه فغفر له أي أنها فقط سقط الكلف فغفر لها وفي رواية أخرى أنها دخلت الجنة به في رواية أخرى أنها دخلت الجنة به فحتى إن لم يصرح متن الحديث بأنها تابت ينبغي أن نفهمه أنها تابت كما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم والقرآن في ذهنه لا يقول كل كلامه ويقول بعده الآيات أو كل الآيات فالآيات كثيرة وقد لا يحتمل الموقف أن يذكر كل الآيات ولكن ينبغي عن المستمع أن يكون له فقه وأن يفهم أن الرسول يتكلم بالقرآن الكريم وهو بالتأكيد يقصد أنها تابت أن هذه المرأة قد تابت من بعد هذا العمل ولم تعود إلى الزنا مرة أخرى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلعل سقياها للكلب هو من العمل الصالح فبقي من عملها أن تتوب وتؤمن التوبة والإيمان تعالوا لنرى رواية أخرى دمرت العقلية المسلمة بسوء فهمها إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها هذا الحديث أيضا هناك مشكلة كبيرة في فهمه يجب أن توضح وأن يربط بالقرآن الكريم المشكلة الخطيرة في فهم حديث مثل هذا هو يسبق عليه الكتاب وكأننا مجبرون وكأن الإنسان مجبر وليس مخير فالخطورة الكبيرة في هذا الحديث هو لإنسان بسيط يفعل يجتهد فيه عبادة الله سبحانه وتعالى ويجتهد فيه التقرب إلى الله ثم يأتي قبل موته فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار هذا هو نص الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيجتهد الواحد منه أن يعمل بعمل أهل الجنة فيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق ويصدق الناس ويعامل الناس بإحسان يعمل بعمل أهل الجنة ولكن يأتي فيأتي قبل موته فيجبر على عمل عمل أهل النار لأنه سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار للأسف هذا الفهم الذي يأتي بالدرجة الأولى عندما لا استمع لهذه الجواية أيضا إنسان لا يصلي ولا يزكي ولا يقرب القرآن الكريم ولا يعامل الناس بإحسان ويكثر من السيئات ويتكل على مثل هذا الحديث فيقول أنا إن كتب الله لي الجنة فسأقوم بعمل أعمال أهل الجنة قبل الموت وأدخل الجنة بالتأكيد هذا فهم مدمر هذا فهم يدمر العقلية المسلمة فيجعلها عقلية اتكالية فلا يجتهد في الحسنات لأنه لماذا أجتهد في الحسنات إن كان سيسبق علي الكتاب فقد أكون من أهل النار فلماذا أتعب نفسي فيها وكذلك يكثر من السيئات ويتكل على أني إن كنت من أهل الجنة فسيوفقني لا إلى عمل أهل الجنة فأدخل الجنة بالتأكيد هذا فهم خاطئ وكان ينبغي على من يعلم الناس هذه الرواية أن يربطها بالقرآن الكريم قال تعالى يا بني آدم إما يأتي لكم نصر منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إخواني وأخواتي من يتق الله ويجتهد في عبادة الله ويجتهد في عمل ما يرضي الله لا يخاف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا تخافوا من ذلك لا تخافوا بكلمة فيسبق عليه الكتاب وسنرى كيف نفهم هذه الرواية لكن الخطورة هو عدم ربط مثل هذه الرواية بالقرآن الكريم إخواني وأخواتي فلا تخافوا فمن يجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى ومن يجتهد في التقرب إلى الله وإرضائه لا يخاف لا تخاف من أن يختم لك بخاتمة السوء هو الله سبحانه وتعالى يطمئنك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كذلك قول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا نعم هذا هو إذن هذا الحديث يتكلم عن المنافقين يتكلم عن المنافقين الذين يعملون بعمل أهل الجنة مثل ذلك قاموا إلى الصلاة يصلون ويذكرون الله ولكن يصلون رياء يصلون أمام الناس رياء فقط ليرضوا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ينسون الله سبحانه وتعالى لا يذكرونه فهذا من أعمال المنافقين إذن الآن برغم أن متن الحديث لم يذكر المنافقين وإنما ينبغي أن نفهم أنه على المنافقين لا يوجد سبيل آخر إلى ذلك وإلا كان مدمر للعقلية المسلمة فينبغي على من يعلم الناس مثل هذه الرواية أن يربطها بالقرآن الكريم وأن يفهم الناس أن هذه الرواية على المنافقين تتكلم عن إنسان فقط يقوم بالعمل ظاهريا لا يقوم به لوجه الله لا يتق به الله سبحانه وتعالى وإنما فقط ليرضي الناس كذلك كان ينبغي عليهم أن يربطوا بهذه الآية الكريمة وقال الذين لا يرجون لقاءنا نعم رغم أنهم يقومون بالعمل لكنهم لا يرجون لقاء الله لو لا أنزل علينا الملائكة أو نروا ربنا لقد استكبروا في أنفسهم معتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين ويقولون حجرا مهجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منظورة وهذا هو نص الحديث هذا مفهوم متن الحديث أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار يدخل النار ولا قيمة لكل عمل الخير الذي عمله فهذا مفهوم جعلناه هباء منظورة فمن الناس الذين يجعل الله عملهم هباء المجرمين المجرمين الذين لا يرجون لقاء الله هؤلاء هم النوعية من الناس الذين يجعل الله عملهم هباء فمهما عمل من حسنات مهما عمل من خير فلا قيمة له عملهم هباء ولكن من هؤلاء هل هم المتقون؟ هل هم المصلحون؟ هل هم المجتهدون في عبادة الله؟ لا هم المجرمون والمجرمون شر الناس في القرآن الكريم هم لا يرجون لقاء الله واستكبروا إذن إخواني وأخواتي هذه من المشكلات الكبيرة في الرواية عدم ربط الروايات بالقرآن الكريم فهذه الرواية ثالثة فهمها بعيدا عن القرآن الكريم فهم مدمر فإن فهمناها بدون هذه الآيات التفصيلية لذلك القرآن مفصل الحمد لله على قرآن المفصل هو يبين لنا فبدون هذه الآيات المفصلة سوف نفهم الحديث فهم الخاط بشدة الرواية الرابعة وهي التي روينها في بداية الدرس جاء رجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجل ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول ثم يروي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث أعمال هي من أهم أعمال الإسلام ويقول أفلح إن صدق وكان ينبغي على من يعلم الناس هذه الرواية أن يربطها بالقرآن الكريم فيعلمهم أن الأصل الإيمان قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أصل القرآن أصل العمل الصالح الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات دائما يبدأ القرآن بالإيمان يبدأ القرآن بالتقوى ومعرفة الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله إذن كيف نفهم هذا الحديث نفهم هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يثقل على الرجل المبتدئ الذي لا يعرف شيئا عن الدين ويبدو أنه أصلا لم يكن على الدين أصلا وجاء يسأل الرسول عن الإسلام ما هو الإسلام حتى يقيم هل يدخل هذا الدين أم لا فإن عرض عليه الرسول أن الدين مشقة وأن تكاليفه كثير قد يعرض أصلا قد يعرض أصلا فبحكمة الرسول رأى أن المناسب لهذا الرجل أن يعرف من الدين ثلاث أمور فقط في هذه المرة ثم يعلمه فيما بعد عندما يقوى الرجل وعندما يصبح على الدين فهذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أدرى بكيفية مناقشة الرجل لذلك من السياق مهم إخواني وأخواتي سياق الرواية مهم وسياق الرواية يبين كيف أن هذا الرجل هو رجل لا يعرف شيئا عن الدين فينبغي علينا أن لا نفهم الرواية أن هذه فقط أعمل هذه الأعمال فقط فأدخل الجنة ولكن ينبغي أن نربطها بالقرآن لنعرف أن أهم عمل ينبغي على الإنسان أن يقوم به هو الإيمان يبدأ بالإيمان الرواية الخامسة والأخيرة التي دمرت العقلية المسلمة بسوء فهمها وليس لخطأ الجواية قال رجل يا رسول الله إن فلانة فذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار قال يا رسول الله فإن فلانة فذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تصدق بالأثوار من الأقطي ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة طبعا هذا الحديث إن فهمناه مباشرة بهذه الكافية بدون ربطه بالقرآن الكريم سوف يكون حديث معارضا للكثير حتى من الروايات الأخرى يعني كيف نقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ثم نأتي إلى امرأة تصوم ونقول هي في النار هي تصوم وتصلي وتصلي بالتأكيد تقول لا إله إلا الله في الصلاة فكيف تدخل النار يعني هذه الروايات تبدو متراقضة ولكن عندما نفهمها في إطار القرآن الكريم فنحن نفهمها بشكل مختلف فكان ينبغي على من يعلم الناس هذه الرواية أن يربطها بهذه الآية الكريمة والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ففي النهاية يقاس عمل الإنسان هي امرأة صلت يقاس صلاتها زكت تقاس زكاتها أثاءت لجيرانها تقاس هذه الإثاءة حتى يقاس جميع الموازين فتقاس الحسنات والسيئات فإن ثقلت الموازين دخلت الجنة وإن خفت الموازين دخلت النار أيضا هناك الآية الكريمة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد لها غفورا رحيما فليس فقط أتت جيرانها فتدخل النار ولكن إن استغفرت الله سبحانه وتعالى بالتأكيد سيغفر الله لها أيضا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ثم يأتي على الأمر ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فبالتأكيد نفهم هذه الرواية أن هذه المرأة التي تؤذي جيرانها قد يكون الأذية بالسخرية قد يكون باللمزة قد يكون بالتنابز بالألقاب وقد يكون بالغيبة والنميمة كما في الآية التالية يجتنبوا كثيرا من الظن ولا يغطى بعضكم بعضا فقد تؤذي جيرانها بكل هذه الأمور ولم تتب يجب أن نفهم هذا الحديث في هذا السياق أنها لم تتب وبالتالي فهي من الظالمين ويجب أن نفهم أيضا في سياق الآية السابقة وهو أنها خفت موازينها أن سيئاتها كانت أكثر من الحسنات بسبب كثرة إذائها لجيرانها وبالتالي فهذا الحديث لا يعارض الأحاديث الأخرى ولا يعارض القرآن الكريم إن فهمناه في سياق القرآن الكريم فهذا كان ملخص سريع للروايات والمشاكل الموجودة في الروايات وكيف يمغي لنا أن نتعامل معها فالتعامل الأمثل مع الرواية هو أن نربطها بالقرآن الكريم لهذا إخواني وأخواتي من يتدبر القرآن الكريم هو أفضل من يحصل التعامل مع الروايات ذلك أنه يفهم ماذا تقول هذه الروايات أيضا قول الله سبحانه وتعالى همازم مشائم بنميم فقد تكون هذه المرأة التي تؤذي جيرانها تمشي بالنميم ما بين الجيران فالقرآن الكريم قد علمنا التفاصيل القرآن مفصل والحمد لله رب العالمين إذن مع هذه المشاكل هل هذا يعني أن لا نسمع للروايات بالتأكيد لا بالتأكيد لا لماذا؟ كل شيء له سبب أولا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة هامة في استكمال تصورنا الصحيح للدين بالتأكيد نحن نبدأ تصورنا للدين من القرآن الكريم في القرآن الكريم يبني لنا المبنى كإنسان يقوم ببناء عمارة فهو يقوم ببناء هذه العمارة الروايات والحديث الصحيح عن رسول الله وعن الصحابة تقوم باستكمال هذا المبنى فتقوم باستكمال المبنى لذلك لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي للقرآن الكريم فهو خير من فهم القرآن وهو خير من طبقه لذلك فكما أن التعامل مع القرآن الكريم له مبادئ فأيضا التعامل مع المرويات والروايات له مبادئ ويجب أن نتعلمها ونتمنى أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى ونستطيع أن نقوم بدورة في التعامل في مبادئ التعامل مع السنة النبوية الشريفة وكذلك من المهم التأكيد والتنويه عن أن محاولات بعض الناس التشكيك في كل السنة عبر التشكيك في بعض الأحاديث هي محاولات لا تنفع إلا مع الجاهل فقط فالجاهل فقط هو الذي تخيل عليه هذه المحاولات التي هي ضعيفة وفاشلة بالتأكيد فلم يقل أحد أصلا أن كل السنة صحيح لم يقل أحد أن كل رواية عن الرسول هي صحيح فعندما تأتي وتشككنا في بعض الروايات فأنت بالتأكيد لم تأتي بجديد فأصلا العلماء بأنفسهم هم من يراجعوا بعضهم البعض فالإمام مسلم رجع الإمام البخاري والإمام فلان رجع الإمام فلان وهكذا وهكذا الأئمة يراجعون بعضهم ولكن باحترام وتقدير لكل منهم فالمراجعات تقوم على مجهود علمي وتقوم على مجهود حقيقي بغرض خدمة الدين وليس بغرض هدم الدين كذلك فإنه كان أولى بهم إن كانوا يهتمون لأمر الدين حقا هؤلاء الذين مشككون في السنة كان ينبغي لهم أن يدعوا الناس إلى تعلم العلم كان ينبغي لهم أن يقولوا الناس اذهبوا فتعلموا القرآن الكريم تدبروا القرآن الكريم وتعلموا علوم الرواية وكيف تحكم على صحة الرواية من عدمها كان ينبغي لهم أن يدعوا الناس إلى ذلك لمعرفة الصحيح من الرواية من غير الصحيح وليس محاولة هدم السنة بالكامل لمجرد أنه وجدوا أن هناك 10 أو 15 حديث نسبت إلى الرسول ولكنها طلعت حديث مجذوبة هذا بالطبع ليس أي حجة أو أي منطق في هذه الدعوة بأنه وجد بعض الحديث المجذوبة فنهدم السنة بالكامل فبالطبع هذه محاولات مجبوهة والتشكيك في كل مصدر من مصادر السنة هذا بالطبع أمر خطير ينبغي أن نقاومه خاصة أنه ليس مبني على أي مجهود علمي وإنما فقط مبني على اجترار واستخراج المكتوب هو أصلا مكتوب من العلماء أساسا العلماء هم الذين يقولون هذا الكلام ولكنهم يقولوه بأدب يقولوه بطريقة علمية ومنهجية وليس بطريقة وبدعوة هدم الدين أو هدم السنة أو تخلص من الكتب السنة أو تخلص من الروايات أو غير ذلك مما يسمى زورا وكذبا بالتنوير الآن يسمون ذلك بالتنوير والاستنارة للأسف فالآن الحمد لله رب العالمين قد ختمنا هذا الدرس إخواني وأخواتي ولكن قبل أن ننتهي منه أريد أن أنبه إلى شيء ما وهو ماذا سيتغير في فكر حضرتك وحضرتك لو علمتم أني إنسان سيء جدا أو أني إنسان تقي جدا هل سيتغير في فكركم شيء؟ إن علمتم في يوم من الأيام بعد شهر بعد سنة بعد عشر سنوات أن فلان الفلاني الذي علمنا دورة التدبر هو إنسان سيء جدا هو كان شخص منافق وكان شخص يقوم بذلك بغية كذا وكذا وكانت نواياه سيئة أو علمتم فيما بعد أني إنسان تقي جدا وأنه شخص خير وأنه كذا وكذا هل هذه المعلومة الزيادة سوف تغير شيء في فكرك؟ في خلال الدورة وخلال الأشهر الماضية قد حرصنا على أن نعلم حضرتكم أو أن نقول ما نقوله من مبادئ وأن ندعم كل مبدأ بالدليل فمهما كانت نية الشخص الذي يدعو إلى ذلك أو كان ما ستسمعه في المستقبل سواء كان خير أو شر ينبغي أن لا يؤثر ذلك في فكرنا ينبغي أن لا يكون ذلك هو الذي سيجعلنا نصدق هذه المبادئ أو نكذبها هناك مثل مصري قديم يقول حطها في رقبة عالم واطلع منها سالم هذا مثل مصري أصيل وهو متبع كثيرا هو فقط يسأل العالم ويذهب طبعا يتحرى العالم الذي سيفتيه بالفتوى التي يريد فيضعها في رقبة هذا العالم وبالتالي يخرج منها هو سالم بالطبع هذا فهم الخاطئ هذا بالطبع فهم الخاطئ كل إنسان مننا سوف يتبرأ من الآخرين مهما أفتوه مهما علموه فأنا أيضا سوف أتبرأ من أي إنسان وحضرتك سوف تتبرأ من أي إنسان بل أن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مريء منهم يومئذ شأن يغنيه فكلنا يوم القيامة سوف نفر من بعض والله سبحانه وتعالى قد علمنا بأنه سوف نأتيه فرضا كلكم أتيه يوم القيامة فرضا فما اقتنعت به من كلام من كلامي أو من كلامي غيري ينبغي أن يكون بدليل والدليل من قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة فإن غيرت رأيك في المستقبل فينبغي أيضا أن يكون تغيير الرأي بناء على دليل من قول الله وقول رسول الله وليس لأنك سمعت عن فلان أنه خير أو سمعت عن فلان أنه إنسان شرجيج وأنه منافق وأنه كان يريد شرا بهذه الدعاوى التي كان يعلمها للناس فهذه الأمور لا ينبغي أن تكون هي المحرك ولا ينبغي أن تكون هي التي نبني عليها آراءنا ونبني عليها معتقداتنا خاصة آراءنا في الدين ومعتقداتنا في الدين فهي تنبني فقط على قول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكروا كلهم آتيه يوم القيامة فردا والحمد لله رب العالمين شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة